مهما حاولت واشنطن تبرير حروبها العبثية في الشرق الأوسط وتجميل صورتها فلن تستطيع إخفاء الحقيقة المأساوية المتمثلة بقتل وتشريد مئات الألاف من المدنيين فلم تتوقف طائراتها المسيرة عن قتل المدنيين أثناء حروبها مع تنظيم داعش في العراق وسوريا بعد عام 2014 صحيفة واشنطن بوست أوردت وثائق جديدة لوزارة الدفاع الأمريكية تكشف أن الحرب الأمريكية الجوية في الشرق الأوسط منذ عام 2014 اتسمت بمعلومات استخباراتية معيبة للغاية واستهداف متسرع وغير دقيق وفي كثير من الأحيان أدت إلى مقتل آلاف المدنيين وهذه الوثائق تؤكد أن التعهدات الأمريكية بالشفافية والمحاسبة أفسحت مجالا للتعتيم والإفلات من العقاب الصحيفة الأمريكية صلتت الضوء على أكثر من 1300 تقرير عن الخسائر في صفوف المدنيين سواء في العراق أو سوريا أو حتى أفغانستان وهذه الحوادث تقوض ما تروج له الإدارة الأمريكية عن حربها التي تخاض بالقنابل الدقيقة والموجهة كما تزعم ومنذ أن قادت الولايات المتحدة التحالف الدولي للحرب في سوريا والعراق كان البنتاجون يستلم يوميا تقاريرا عن عملياتها وفي كل تقرير يورد ما تسميه خطأا مرتكبا بخصوص قصف المدنيين أكثر من 100 موقع في العراق وسوريا سقط فيها ضحايا مدنيون وقفت عليها صحيفة نيويورك تايمز وأجرت مقابلات مع شهود عيان من المدنيين الناجين من مجازر الطائرات الأمريكية وكذلك أقر مسؤولون أمريكيون بهذه المجازر معتبرين أنها حدثت نتيجة الإحداثيات الخاطئة وضعف المراقبة هذه الوثائق وغيرها تضحب أكذوبة الحرب البيضاء التي تعتمد على القصف الجوي عالي الدقة وهو ما اعتمدت عليه أمريكا للترويج لحروبها الجديدة بعد فضيحة بشاعة حروبها البرية ترجمة نانسي قنقر